طب نروح الانتخابات تحت الكورة نروح ماذا عن معلوماتك؟ نبدأ ماشي فضل خلينا بس نلمس في انتخابات الكاف اللي ها في مارس الجاي نها برضو مرتبطة شوية طبعا الكل بيتكلم على مهندس هاني أبو ريدا نهو هينزل الانتخابات الاتحاد الأفريكي متسبي كان أعلم منذ فترة انه هو بصدد الترشح يعني ولكن خلينا أقولك ان إلى الآن لا يوجد قرار من المهندس هاني أبو ريدا نهائي بالترشح في انتخابات الكاف ليه؟ انتخابات الكاف مش قرار أو مش رغبة هاني أبو ريدا بس أو المهندس هاني أبو ريدا بس ولكن هو قرار متعلق يعني مسلس كده انفنتينو هاني أبو ريدا فوز الأجزاء القرار مش طرق ليه؟ في خلافات حادة ما بين هاني أبو ريدا وفوز الأجزاء دول جابها والجابها الأخرى متسبي خلافات شديدة جدا لدرجة أن تم التواصل مع انفنتينو لمحاولة إقناعه بإجبار متسبي على تغيير الإدارة التنفيذية للكاف وعلى رأسهم سكرتير عام الكاف في رون وبالتالي هناك مشاكل إذا حدث توافق وتم إقناع متسبي من قبل انفنتينو بالتغييرات دي خلاص انتخابات الكاف ماشية زي ما هي كده في سكة متسبي إذا لم يحدث ذلك سيترشح المهندس هاني أبو ريدا على رئيسة الاتحاد الأفريقي مدعوما بفوز الأجزاء مدعوما بأحمد وليد يحيا رئيس الاتحاد الموريطاني ودول من أهم الأسماء داخل الكاف وبعض الأسماء الأخرى وهيكونوا دول الجبهة الشغالة لتنصيب المهندس أنا عندي معلومة ونفعلها أو أكده لي أنه بكرة أو بعده ممكن الكابتان هاني أبو ريدا يقول انترشحوا للاتحاد الكرة المصري للاتحاد الكرة يعني خلال ساعات الرؤية هتبان ولكن طالما بقى نروح للاتحاد الكرة يعني سريعا بشكل كبير جدا مش هيبقى فيه منافس غير هاني أبو ريدا بشكل كبير جدا المشهد اللي احنا شايفينه إن المرشح الأول أو الأبرز قايمة بقى أو حد هاني أبو ريدا بقايمته لأن طبعا زيما أنت برضو بتوضح وضط وضيح مهم إن هي بتبقى قايمة مقفولة ما فيش حاجة سمعه إن كل مرشح هيعلم مع نفسه لا هي قايمة مقفولة قايمة هاني أبو ريدا بالأعضاء اللي معاه الخلاف الأبرز كريم هو موضوع النقب أسماء كتير بتتردد ويمكن يعني حسام عنده برضو معلومات في هذا الصدد يعني اللواء بس مرياض وده كان مسؤول عن نادي حرس الحدود من قبل وإسم من ضمن الأسماء البرزة لكن فكرة هل هيدخل نائب هل هيدخل عضو إين كان الأقرب أنه ممكن يدخل عضوية المستشار حمد حلم الشريف تجمع علاقة مميزة جدا 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 بالمهندس هاني أبو ريدا وكان مسؤول عن أحد اللي جان الاتحاد في وقت تواجد المهندس هاني أبو ريدا قريب من دخول كنائب يعني قصة النائب هي اللي عاملة خلافات قوي أو مش خلافات راحة جاية برضو فيه اسم فيه الوسط الرياضي أتحفز على ذكر اسمه في الوقت الحالي ربما أنه ممكن يدخل أو يكون موجود خلال الآية الجاية في القائمة كنائب فالأسماء راحة جاية العضوية في بعض الأسماء شبه فيه استقرار عليها أو شبه موجودة ما أعلموا أن طارق أبو العنين رئيس نادي سيراميكو كولوباترا اسم من ضمن الأسماء اللي بتنل سقط المهندس هاني أبو ريدا بشكل كبير جدا برضو من ضمن الأسماء اللي في الصورة وقوة المهندس أو الدكتور مصطفى الشامي اللي أنه هو بينقش الدكتوراه اسمه من ضمن الأسماء وبالمناسبة مهندس أو الحج محمود الشامي مش داخل السباق الانتخابي رهم أنه كان أعلن هو مش داخل السباق الانتخابي أحمد حسام عوض اسمه من ضمن الأسماء اللي مهندس هاني أبو ريدا بيرغب في استقطابها ولكن فيه أزمة إنه هو شركة الكورة في الأهلي هو متواجد فيها فدي أزمة موجودة في أكتر من اسم الأنسر النساء طبعا ناس مظهر يعني أستاذة ناس مظهر وبرضو البعض بيرشح أسماء أخرى روح للحسام وهقولك برضو عنوات تانية ماشي